أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ما يشهده العالم من تطورات أثرت على المسارات الاقتصادية تتطلب تعاونا أوثق وأشمل على المستوى الدولي للتعامل معها وأعرب معالي عن تطلعه لمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الأهداف التي تسهم في تعزيز التنمية والنمو الاقتصادية لافتا معالي إلى ضرورة الاستمرار في وضع الخطط والاستراتيجيات والبرابج الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في تخفيف تلك التحديات وتعزيز القدرات على تجاوزها بكل كفاءة جاء ذلك لدى إلقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بيانا أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف والتي تمثلها مبلكة البحرين وذلك في إطار مشاركة معالي في اجتماع لجنة التنمية بالبنك الدولي المنعقدة في واشنطن خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما تقدم معاليه بالتهنئة إلى معالي السيد محمد بنهادي الحسيني وزير الشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ترأس دولة الإمارات أعمال لجنة التنمية في البنك الدولي في دورتها الحالية وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تبادل التجارب والخبرات وطرح الحلول الفعالة والمبتكرة وتسريع وطيرة العمل ضمن لطاق أهداف التنمية المستدامة منوها معاليه في هذا الصدد بالدول الذي تطلع به مجموعة البنك الدولي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق مساعي التنمية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر